خلونا نبدأ أخبارنا معاكم من اجتماع سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المسؤولين عن ملف الأثور في مصر عشان متابعة الموقف التنفيذي ومشروع المتحف المصري الكبير وتطورات الأعمال الإنشائية خاصة فيما يتعلق بكل المرافق والخدمات الخاصة فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتحقيق التكامل والتناغم ما بين المتحف المصري وكل المواقع المحيطة به ده من خلال شبكة الطرق والمحاور المؤدية ليه خاصة مطار القاهرة ومطار سفينكس وكمان ربط المتحف بهضبت الأهرامات عشان يخلي المنطقة دي من أهم المناطق السياحية الجاذبة في العالم وكمان علشان تتواكب مع أهمية المتحف كأكبر صرح العرض الأثار في العالم وأيقونة ثقافية لكل الإنسانية تفاصيل أكتر حنعرفها من دكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري والتنمية المحلية وصباح الورد يا فاندن شباح النوري أتمنى على حضرتك وعلى كل السياة المفايدين عايزين نعرف من وجهة نظر حضرتك أهمية حدوث التكامل ما بين المتحف المصري الكبير والمواقع المحيطة هو طبعا سيادة الرئيس لما وضح بهذا الأمر هو طبعا إحنا عارفين أن هذا المتحف المستهدف منه أنه يجب أكثر من خمسة مليون زائر سنويا وخاصة أنه هو أكبر متحف سيكون أسري على مستوى العالم بالنسبة للحضارة على مستوى العالم فبالتالي المهاردة حضرتك المتحف المصري يمثل حاجة كبيرة جدا بالنسبة لمرضي فعشان كده المتحف المصري برضو عايزين نوضح أنه هو يعتبر أفضل عصر متحف على مستوى 60 متحف في عام 22 فبالتالي لإني بيعرب حوالي أكثر من 150 ألف قطعة أسرية معروضة في المتحف فبالتالي النهاردة حين نتحدث عن أنها مدينة أسرية متنقلة أو موطن كبير لأكبر مجموعة في العالم وأكثر فيها أصال من القطعة الأسرية المصرية القديمة طبعا ده يعني بيشكل أهمية كبيرة جدا جدا للسياحة المصرية وبيشكل في عادة ترتيبها من أول وجديد ودخول مصر كمدار أول للسياحة المصرية بيفنم الاستثمارات والسياحة والعوايد الكبيرة من القرار ده شايفها إزاي؟ هو طبعا حضرتك هو الحدث ده يعني زي ما احنا بنقول حدث شرم الشيخ في كوب 27 بيترقبه العالم أنا بقول لحضرتك أن النهاردة عندي مدينة أسرية كبيرة جدا في العالم ويمثلها المبحث المصري العالم كل المهرب يترقب هذا الأمر بشكل كبير جدا خاصة في ظل توضوهات القيادة السياسية أن يكون في عملية رفض بالأهرامات ويكون في تكاملية بحيث أن الساقح اللي هيجي حيزور مجموعة أو مدينة أسرية بالكامل فده بالتالي أصلا يعتبر أحد رغبات الساقحين اللي أنا كنت في أوروبا فكنت بشوف كتير منهم قوي بيشوف الحاجات دي بزاوية مختلفة جدا بتختلف عنه نحن كرؤية نحن فبالتالي هو بيبص بالشيء الأسري بشكل فيه عظمة وفخامة بشكل كبير عشان كده يمكن مصر تهتم بفكرة تطوير البنية التحتية الخاصة بالأثار خاصة في المنطقة دي بالذات وأعتقد يعني مصر طوارت المنطقة بالكامل بميزانيات مختلفة وميزانيات كبيرة جدا المهاردة آخر ميزانية تحطت فيه في المتحف المصري حوالي 350 مليون جنيه ده بقول لحضرتك ميزانيات متتالية إنما هو أكتر من 2 مليار لحد دلوقتي وبرضه ممكن يكلف أكتر بس العواقب بتاعته مستقبلية على مستوى كبير جدا 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 طيب يا فندم عايزين نتكلم بقى عن فكرة يعني ربط كل المزارات السياحية بما فيها طبعا مشروع التجلي الأعظم اللي فخامت الرئيس بيوليه اهتمام شديد لأنه فيه انتعاشة للسياحة الدينية أيضا فيعني عايزين نتكلم كمان على أن يكون فيه ربط لجميع عناصر السياحة المختلفة سواء الدينية أو الأثرية أو غيرها لا حقول لحضرتك حاجة يمكن من السياسة التي تتغرح الدولة هو فكرة التكاملية في كل شيء يمكن حتى ده حصل فيه المدن متعاملت مناصر سواء المدن المتخصصة فيه أنا أتكلم بس على المودة الاصطناعية والحاجات مثل مدينة الأساس ومدينة الجزة ومدينة الطاقة الشمسية اللي اتعملت بانبان مصر بتشتغل على هذا الأساس حتى فيه إطار السياحة نعم ومشروع التجامل الأعظم وأهميته وتأثيره على السياحة والاستثمارات السياحية والتعقب أنا كثير جدا من أصدقائي في النمسة مترقبين موضوع المتحف المصري وعايدين ييجوا وعايدين يشوفوا هذا المشروع الكبير الضخم اللي هو النهاردة العالم كله بيترقبه وكله بينتظره وعائدات السياحية وإزاي هيعود على مصر النهاردة بهذا الشأن طيب يا فندم من السياحة الدينية لسياحة الخضراء وطبعا تزامنا مع كوب 27 احنا عندنا مشروع التنمية الخضراء لقطاع السياحة وطبعا ضمن مبادرة اتحضر للأخضر فحضرك شايف الاهتمام بالسياحة الخضراء كمان أهميته إيه وشكله إيه دلوقتي كمان في مصر هو أولا أن مصر يمكن من أكتر دول العالم بتهتم بالمشروعات الخاصة بالتحاول الأخضر وأجمال المشروعات الخاصة بالتحاول الأخضر يمكن حوالي 324 مليار دولار وأعتقد ما فيه دولة في العالم بتصرف هذا الموضوع لفكرة التحاول الأخضر على مستوى أفريقيا وعلى مستوى الدول العربية كلها النهاردة والشرق الأوسط بذات ما فيه دولة تركت هذا المبلغ في فكرة وقالية التحاول الأخضر يمكن عندنا 54 دولة أفريقية ما فيهاش مشروع حتى لو بنسب بسيطة لفكرة التحاول الأخضر طبعا ده بيؤكد عظم المشروعات الموجودة وأحزمياتها 25 ألف مشروع النهاردة فيهم استدامة بنسبة كبيرة جدا حتى في آلية التعامل النهاردة مصر تشتعل على فكرة الطاقة المتقددة بشكل كبير بخلال إنشاء محطات للطاقة الشمسية بنبان أكبر محطة للطاقة الشمسية في أسوال النهاردة عندي أكثر من عشر محطات لطاقات الرياح بخلال مؤتمر كوب 27 زودنا التعاون في إنشاء محطات جديدة لطاقة الرياح مع المملكة العربية السعودية فبالتالي النهاردة مصر تشتغل على إطار كبير جدا 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 في التحاول الأخضر خاصة في ظل تداعيات وأزمة كبيرة عالمية بتحيط بالعالم بفكرة التغيرات الملخية وتأثيرها على المواطن بشكل عام بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري والتنمية المحلية